الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم معرفة يقدم في حقل الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية موضوع نمو أم تنمية Growth or Development أو في بعض الأحيان تنمية أم نمو Development or Growth أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبت الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا وعلى بركة الله نبدأ تنمية أم نمو نمو أم تنمية Development or Growth Growth or Development هناك كثير من الاقتصاديين والممارسين لا يفرقوا إلى هذه اللحظة بين النمو الاقتصادي من جهة والتنمية الاقتصادي من جهة الأخرى فهذا المقطع تبره من المقاطع المهمة لأحبتنا الممارسين والمتابعين حتى يتمكنوا من معرفة الفرق بينهما لا بد بداية أن نفرق بين النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي Economic Growth وستراتيجية النمو Economic Growth Strategy من جهة والنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادي Economic Development من جهة أخرى النمو الاقتصادي هو زيادة مضطردة في كمية الانتاج الكلي الاقتصاد الناه وحصة الفرد من هذه الكمية ما يعني بأن النمو المقصود هو نمو حقيقي Real Growth في الدخل أي الانتاج مع تغييب مستوى الأسعار أو تثبيته لأن هذا الشكل البياني التوضيحي هنا عندي السنوات عن محور الأفق على المحور العمودي النمو هناك فرق بين نمو الاسمي Normal Growth والنمو الحقيقي هنا حصة الفرد فعلا من السلع التي يتم انتاجها في الاقتصاد هنا حصته من الدخل لكن الدخل يمكن أن يتعرض إلى ما يسمى بارتفاع أسعار ما يعني أن القوى الشرائية للدخل تنخفض والمقصود بالنمو الاقتصادي هو النمو الحقيقي النمو الحقيقي أي بمعنى آخر عند تغييب الأسعار أما التنمية الاقتصادية فهي تخاطب قضايا متعددة ومتشعبة ومتداخلة عادة ما يشار إليها بالتحولات الهيكلية Structural Transformation في جوانية الاقتصاد والمجتمع والبيئة المادية المحيطة على سبيل المثال يخاطب حقل التنمية الاقتصادية ما يمكن وصفه بالأهمية النسبية للموضوعات أو القطاعات التالية الاقتصاد والمجتمع التقليديين traditional economy and traditional society مقابل modern economy and modern society مقابل الاقتصاد وبعن هنا الاقتصاد والمجتمع التقليديين مقابل الاقتصاد والمجتمع الحديثين الآن الريف والزراعة هذه من قضايا التي تخاطبها قضايا التنمية أو يعني مسألة التنمية التمدن والصناعة والخدمات urban and industry service sector اقتصاديات الحجم large scale economy مقابل الاقتصاديات الكفاف وأخيرا قطاعات اقتصادية منظمة formal sectors مقابل قطاعات غير منظمة نكمل طبعا مبدأ الثنائية الآن نلاحظ أن هناك مبدأ الثنائية لاحظوا أن هذا الاقتصاد والمجتمع التقليدي يقابل الاقتصاد والمجتمع الحديثيين أو الحديثين الريف والزراعة التمدن والصناعة والخدمات اقتصاديات الحجم مقابل اقتصاديات الكفاف قطاعات اقتصادية منظمة مقابل اقتصادات غير منظمة فإذن هنا ما يسود في قضية التنمية مبدأ الثنائية أو dualism والآن سأنا نوضح إن شاء الله ببعض الرسومات التوضيحية الآن مبدأ الثنائية نلاحظ هنا العائلة تقليدي عائلة تقليدية وعائلة حديثة من حيث التفكير والexposure والسمة التعرض للثقافات المختلفة عندي وسائط النقل الآن وسائط النقل الحديثي مقابل التقليدية على العربات التي تجر الحيوانات مقابل الآن طائرات الصناعة مقابل الزراعة على سبيل المثال وإذن هنا زراعة صناعة وسائط نقل أسرة وعائلة هذه الأشياء الآن في تضاد أو أنها رغم أنها تكمل بعضها البعض لكن هناك تضاد بالطريقة التي يتم استغلال فيها الصناعة والتجارة والخدمات وتقنيات الإنتاج وما شابه بما يتعلق في كل هذه الحقول التصنيع والتحديث والعمران المديني من المحركات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الأفراد ولأن العاملين في القطاعات الاقتصادية المنظمة يتميزون بمستويات معيشية عالية مقارنة مع العاملين في القطاعات غير المنظمة هناك فروق عالية بين مستوى معيشة سكان المدن وسكان الريف إذ يتميز سكان المدن بمستوى معيشة أعلى بكثير من مستوى معيشة السكان الريف يتميز العاملون في القطاعات المنظمة عن أقرانهم من العاملين في القطاعات غير المنظمة في مسائل الاستقرار المعيشي والوظيفي والتأمينات الصحية والاجتماعية والحوافز الدافعة نحو التطور الوظيفي والمهني والمعرفي ولهذه الأسباب ينظر هؤلاء العلماء علماء اقتصاد التنمية إلى ما هي وأثر السياسات التي تتبناها حكومات الدول في مجال التحولات الهيكلية المشارعية أو ما يسمى باستركشور التراسفورميشن التي ذكرتها قبل قليل تتفاقم المشاكل التي تواجهها البلدان النامية على وجه التحديد في سبيلها إلى تحقيق التحولات الهيكلية نتيجة لأسباب موضوعية متعددة ومنها على سبيل المثال أولا المقاومة المجتمعية للتغيير هناك مجتمعات تقاوم التغيير تقاوم الانتقال من حالة التقليد إلى حالة التطور من حالة الزراعة إلى الصناعة والخدمات وهكذا يعود السبب في ذلك إلى أن قطاعا كبيرا من المجتمع المعني غارق في خضم التقليد والركون إلى الأمر الواقع وذلك نتيجة للثقافة التقليدية السائلة المشجعة على مقاومة التحول وعدم الانفتاح على ثقافات أخرى تؤمن بالتطور باعتباره سيرورة ملازمة لحياة البشر ثانيا الافتقار إلى الوسائل ورأس المال اللازم لإحداث التحول الهيكلي أو ما يسمى تفتقر كثير من البلدان إلى أنظمة تعليم عام وتعليم عالي ومهني متقدمة ومواقبة للتطورات التكنولوجيا طبعا التكنولوجيا السائلة ومحركة الإنتاجي الاقتصادي واجتماعي العالية وفي حال توافر الوسائل ورأس المال اللازم يعمل الترهل والفساد وعدم وضوح رؤية صانعي السياسات على إفشال التحول المطلوب ثالثا قدرة المجتمع على تطويع التحول الهيكلي وتغيير مساره كي يخدم أغراضا مختلفة عن الهدف المقصود على سبيل المثال تمكنت بعض المجتمعات من تطويع التعليم الجامعي وتغيير مساره من أداة هدفها تسليح الفرد بالمعرفة وإجراء البحث وتطور إلى أداة للتجهيل وتشويه المعرفة وبخاصة مع الأسف الشديد في بعض المجتمعات العربية وتفريغ البحث العلمي والتطوير من جوهرهما الأساسي وهو التقدم في عالم الصناعة والابتكار والتكنولوجيا تقول ظاهرة فروق الانتاجية هناك فروق في الانتاجية بين المجتمعات بأن انتاجية الأفراد المنتمين إلى مجتمع حديث تكون أعلى بأضعاف كثيرة من انتاجية الأفراد المنتمين إلى مجتمع زراعي تقليلي وقد عزل اقتصاديون هذه الظاهرة إلى أسباب عديدة منها أولا تعتبر الأرض ومساحتها ونوعيتها ونوعية رأس المال العامل عليها عاملا حاسما في تحديد انتاجيتها ما يعني بأن ندرة أو ما يسمى ندرة الأرض كمورد الاقتصادي تحدد كمية ونوعية الانتاج الزراعي أما انتاج القطاع الصناعي فهو أوسع وأرحب من حيث الكم والنوعية وإمكانية التبديل والتعديل والتجديل ثانيا تعمل المعرفة والتجربة والتعلم المستمر كعوامل المساعدة في تحسين انتاجية القطاع الصناعي والخدمي أما في الزراعة فإن أثر هذه العوامل يكون محدودا نتيجة لمحدودية مساحة الأرض ومحدودية تقبل المجتمع التقليدي للتغير وتحسين المعرفة ثالثا تتعرض المنشآت العاملة في القطاع المنظم إلى أفكار إبداعية بشكل مستمر ما يؤدي إلى توسع أسواقها وزيادة أرباحها فهي تصنع رغبات المستهلكين أما منشآت القطاع غير المنظم فهي تمارس أعمالها خارج القانون بعيدا عن ذهنية الحداثة وهي بالتالي لا تؤمن بالإبداع ونقل التكنولوجيا رابعا عادة ما تتمسك المناطق الحضرية والقطاعات الاقتصادية المنظمة بمبادئ المؤسسية وتقسيم العمل أكثر من القطاعات غير المنظمة خامسا وأخيرا تتمسك القطاعات غير الحديثة بحد الكفاف أو بالربح الهامشي مقابل تمسك القطاعات المنظمة وسكان الحضر بمستويات عالية من المعيشة وفائض أرباح الآن هذه التنمية التنمية هي سيرورة تتعلق بي وتكتصف بي كثير من الأمور والتحولات داخل المجتمع وعلى سبيل المثال الآن ينخفض تنخفض مساهمة القطاع الزراعي الزراعة لا نتحدث عن المساهمة المطلقة لكن نسبة مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحل الإجمالي الأكبر تنخفض تدريجيا على الرغم من يعني على الرغم وعلى من إمكانية أن ترتفع كمية الإنتاج المطلق في القطاع الزراعي هناك الآن تحضر سكان مدن يزداد وعددا تتوسع المدن ثالثا تصنيع هناك ما يعني الآن مساهمة هذا القطاع تنخفض مساهمة هذا القطاع ترتفع هناك الآن قطاع منظم مقابل قطاع غير منظم معنى آخر هذا القطاع يخضع للقوانين والمبادئ المؤسسية التي ذكرناها قبل قليل هناك الآن حراكية مجتمعية أو ما يسمى بـ social mobility أن ينتقل الناس من حالة الفقر إلى حالة الطبقة الوسطى إلى الطبقة العليا الفغرية وما شابه وهناك حداثة modernization في تقبل آراء الآخرين في البناء في الطعام في مستوى المعيشة أو أماط المعيشة وهناك إيمان برأس مالية المعرفة knowledge capitalism وأخيرا هناك بحث وتطوير هذه التنمية الآن تتصل بكل هذه المجالات الآن شكرا لكم على حسن متابعتكم لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية من أجل تعميم معرفة بلغة الضاد لغة القرآن الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن وبركاته